ترجمة نانسي قنقر خبرنا منه طارق طارق يحب اليبال ويحب الحديد بس هو هذا طارق أنت اللي شفت أنا بيني وبينك بخبرك شيء اللي عرفت أنا شيء ديكومنتري نعم ناشنال جيوكرافك صحيح وللأمانة اليوم شفت جزء مننا بس ووقفت دائما نقول إذا الشخص أنا بيلو سيا أنا في البودكاست يا أخي أحب أسمع مننا القصة ما بحد يقول لي القصة حتى إذا هم سوي بودكاست ثاني ولا في عنده دوكومنتري أفضل أني أنا أسمع منه بعدين أشوف والله صعب كان موضوع أني أوقف وما أكمل الدوكومنتري لأن الدوكومنتري كان فعلا يعني شيء ملل شوي لا لا والله العكس هذا ملل أكيد مقارنة باللي سويتو ملل يعني باللي أنتوا عشتو حيث قلت مرة أو خبرني يذكر بالخير أبو عبد الله حسين زرعوني نعم نعم حسين يقول أنك قبل أنك كانت أوفر ويت نعم 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 وكنت أدوخ ويعني بشكل عام أنفت يعني ما أنفع لا رياضة ولا تسلق جبال ولا شيء لكن الحمد لله قررت يوم الأيام أني أغير حياتي الوضع ما كان عايبني شفت عمري يعني بعدني صغير عز شبابي ما أقدر أركض ما أقدر أشل لوزان تعبان يعني فالوضع ما عايبني قررت أني أتغير الحمد لله حبة حبة قمت أغير جدولي طبعا الأكل أول شيء قمنا نخف من العيوش والذباية بدأنا بالرياضة وقدرنا الدواخة الحمد لله هذا كان أحسن شيء سويته أني وقدرت الدواخة كانت مأثرة علي بشكل كبير فالحمد لله وقدرت الدواخة وقدرنا الأكل السريع للوجبات السريعة وبدأنا على قولتهم على الهلثي لايفستايل نزيل وطبعا كل خطوة نتعلم من أخطائنا ونحاول نطور من مستوانة يعني ما تفكر اليوم اللي أنت قلت فيه خلص استوب صح في يوم في موقف في شيء استوب هو موقف صعب ذاك اليوم واحد الله يذكره بالخير قال لي أنت إنسان فاشل فالكلمة هاي حزت بخاطري وصح كلامه على أيام أنا كنت صدق إنسان فاشل يعني وزني 140 فاشل في الدراسة ما أنفع فيلستنا وراجعت نفسي أنت ليش شو اللي وصلك لها المرحلة مو بحاسب عمرك صغير كنت بعدني يعني قررت أني أتغير خلاص يعني هذا الإنسان أنا أشكره ولها اليوم أنا أشكره أنه عق علي بس هالكلمة قال لي أنت إنسان فاشل هالكلمة هاي هي اللي غيرت حياتي 180 درجة والحمد لله طبعا التوفيق من رب العالمين خطوة خطوة قدرت أوصل لها المواصيل الحمد لله وزنك 140 كان 140 أنا الحين أمي أصلا بس يعني بعد حمد لله ما شاء الله هي يعني نسبة الدهون أقل نسبة الدهون كانت عالية أخي ما أحد يحس بالفرق هذا أولا الموضوع ما بسهل لا لا بسهل يعني أنا مثل ما أرفع لك القبعة وأحترم الإنجاز هذا اللي سويت لأن هذا روح إنجاز ترى واحد يوم ينزل وزنه أقول للشباب أقول أنك أنت يوم تكون مثلا أوفر ويت أو وزنك زايد عشان تنزل ترى ما بسهل أكيد موضوع سهل موضوع ما بلا يعني بتوقف أكل موضوع فيه له أثر نفسي بتتعب باحتمال حتى ربعك لازم تغيرهما أو لا تتلاقوا إياهم على الأكل صحيح لأن تلقى المجموعة هاي هم يوصلوك أصلا لمية واربعين صحيح فيما هم يمشون معك دايت ولا أنت تغيرهم تقولهم أشوفكم أنا عقب الأكل مثلا عقب الوجبات سأتلاقوا إياكم صحيح بس موضوع ما بسهل لا لا بسهل وغيرت السيستم كامل مثل ما قلت حتى ربيعي غيرته غيرت كل شيء بحياتي حطيت لي هدف وقلت هذا الهدف بوصل له بأي طريقة حتى لو أغير ربيعي لو أغير حياتي لازم أوصل الهدف لنا والحمد لله قدرت يعني الحمد لله الحمد لله وبعدين أعتقد الاستمرارية هذا الموضوع حين في بدايته يكون صعب بعدين عقب ما تتكمل فترة الدايت استي اوكي تضرب نتعود نوعا ما بعدين تنتكس فاحتمال تلقى هذا الذي خسار مثلا 20-30 كيلو يرد 20-25 كيلو نعم أو يرد 30-35 يرد الذي خسار وزياده بس الاستمرارية هذي 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 اهم شي فعلا وفيها يعني وايد من التحديات فهذا شي والله وايد بالعكس وهديت أنت تركت الدواخة تقول الحمد لله هذا الحمد لله هذا أمر طيب وزين الناس المؤثرين اللي هم مثلك اليوم ينقلون هاي الرسالة يا أخي فينا حد من الشباب ناو عنده العزيم على يخف وزنه ولا يودر دواخة هذا اللي أعطيها البوش فاللي تسوي هذا وايد ممتاز إن شاء الله سيكون لها أثار طيب إن شاء الله يكون مزين محمد أفرست يا أخي أنا من الأمور اللي وايد تخوفني مزين تسلق الجبال نحيد على جو روغن في واحد اسمه أليكس أليكس هولند أليكس هولند اللي هو السولو كلايمر هل يتسلقون الجبال شوفه يدار لا أنا ضد السولو كلايمر يا أخي أنا شوفه يدار وعنده مثل شي يعني التقاء بين اليبلين أو بين الطرفين لليبل وهذا يتسلق في النص كيف والله أنا يوم أشوفه أعرق أتعب شو هذا وما في لا سيفتي هاي المشكلة صحي يا أخي ما بشي سهل سولو كلايمر هاي سولو كلايمر هاي شوف نسبة الخطورة فيها جدا عالية أي غلطة أي غلطة عيشوا لحم ثلاثة أيام خلاص ما في والله بيتعور يمكن شوي يتكسر يموت على طول لأنه لأنه ما في سيفتي نحن عنا أهم شي الأمن والسلامة اللي هو السيفتي ضرور عنا أهم شي هذا يعني ما نتهور يعني إذا بنتسلق لازم السيفتي كامل لحبال الكربنات المعدات نشيك عليها قبلها وأثناء التسلق نسوي ويكون فيه بادي بادي سيستم كل واحد يشيك على الثاني وعقوب نبدأ عملية التسلق أما تسير الروحك وبدون حبال بدون سيفتي هذا يعتبر تهور أوكي يعني فيه ناس تعشق هذا الشي يحب الأدريناليين يضرب عنده ويسوي أشياء خطيرة فبس أي شي قد تأدي إلى وفاتك يعني على شي يتافه ما يستاهل أنا أكون ضد صراحة صحي فالسولو كلايمين يعني الله يوافق هم الهداشين في المجال هذا وفي نفس الوقت أطاع وإلى الله يرحم أول ما عرفت أنك أنت تسلق قمة أفرست شو خبرني عن هذه اللحظة هاي قالوا لك أنت تسلق قمة أفرست طبعا أنا أول ما كلموني بخصوص الفريق فريق أفرست هل تحشي في بالك كان قبل لا ولا تخيلت هذا الشيء ما لك مثلا في التسلق ولا ولا شيء ولا عرف شيء عن التسلق يعني حتى أفرست أنا هذا أشوفه في الأفلام أشوفه في الرسوم أشوفه تسمعنا في الأخبار أما أتسلق أفرست أنا بنفسي أنا قلت أول كلمة يأتي في بالي مستحيل وهذه الكلمة أعقب قدرت الحمد لله ويا الفريق نكسر هذه الكلمة فأول شيء كلمونا الجماعة قالوا شو رايك تلتحق في فريق أفرست تسلق أفرست أول شيء ضحكت أنا أتحرر الشخص هذا يتمسخر أفرست أعلى قمة في العالم 8,845 متر قال لي نعم أنا ضحك 8,000 8,845 متر يعني 9 كيلو فوق تقريبا فضحكت روح تحرر ريالة حصار يالك الوين سألي الحبيب قال لي مالك رغبة يعني تلتحق بالفريق قالت والله شو الخطة شو بتسوون كيف الجراءات قد خلنا نجر الخطة كانت خمس سنوات نحنا ندرب نحنا الشباب من الإمارات يعني فشكلنا فريق واخذينا كورسات داخلية كورسات خارجية وتعلمنا على التسلق مثلا في حال التخلاء كيف تطلع ربيعك كيف تسعى في ربيعك يعني المهم اكتسبنا خبرات واخذينا كورسات وأنا أعتبر يعني أيدد واحد الفريق هم كملوا خمس سنوات تدريب أنا أربع سنوات فقط فهاي سنة خذيت كورسات مكثفة شوية علشان نلحق على الجماعة وبعد يوم لحقت على الشباب بعد تعلمت منهم عبد العزيز التميمي هذا لا أعرف كيف تحملني أول أيام أعطيك موقف واحد من الموقف لم تتخلص ما حدث بيننا كنا في النروج وسارين في الشتاء طبعا النروج في الشتاء مكثفة وثلج تقريبا 4 أو 5 متر فنلبس نفس سنوشوت تلبسه تحت الجوت لكي لا تغرس في الثلج المهم نصبين الخيام المفروض تدخل الخيمة تنفذ عمرك من الثلج وتفسخ للجوت العود وتخلى برع أجل أنا أدخل بالجوتي وبالثلج وأنفذ عمري داخل وهو ما أعرف كيف تحمل أنه يطالعني طارق ترى لازم تنفذ عمرك برع أعقب تدخل وأسمعلي أسمعلي عبد العزيز أجل فإذا الله خير يعني يتحملني أول بداياتي وعقب شوي شوي تعلمنا اكتسبنا الخبرات تعلمنا الربطات والسيفتي وأهم شي فهذا كله كان العمل الجماعي التيمورك يعني أنت يوم تصير عند أي متسلق جبال طبعا نحن نقول تسلق جبال يعني كلمة عامة تسلق الجبال الهايكينغ غير الروك كلايمينغ غير الكلايمينغ وول غير نحن نسوي يعتبر مونتينيرينغ يعني تطلع رحلات استكشافية هذا ما يعد هايكينغ يعني وميكس تقريبا بس أكثر شي يكون فيه تعايش جبلي يعني المونتينير لازم يكون عند العلم والمعلومات الكافية في استخدام المعدات والتعايش الجبلي والأمور القيادية وكيف التيمورك وكيف تتصرف في الأجواء الصعبة فالمونتينير يعني يعتبر شوية متقدم يعني يا أخي هذه التعايش جزئية التعايش هاي اللي تشغل بالي أنا أنا أسألك عن التمارين شو مع التمارين اللي بتسويها مثلا عشان أنت تجهز جسمك أنك تتسلق قمة مثل قمة أفرست بس يا أخي الحرارة أنا أقول الحر متعب أكيد ولكن البرودة أشد وأشد نعم صحيح نحن من فترة تقريبا من 2011 أنا بديت موضوع البلونج بول هذا الماء البارد أهي الحمد لله رب العالمي أشوف له فوائد كثيرة أكيد على الجسم تدخل الماء البارد تطلع ثاني يوم أنت فرش بنفس الوقت أنت عقب ساعة ساعتين تشعر أن أنت فرش صحيح لكن يوم أنت في الماء يا أخي متعب وهذه درجة حرارة الماء يعني ما تزيد عن العشرة وما تقل عن الأربعة خمسة ثلاثة أربعة صحيح لكن البرد برد متعب فيوم أنت تقول تعايش في أفرست في المنطقة سلسلة الجبال هذي كم درجة الحرارة 20% وصلت سالب 50% وأنا ضربني اللي يسمونه الفروس بايت اللي هو سقيع الثلج تجمد الأطراف وراح طرف الصبع بس الحمد لله يعني تم الباجي بس راح الطرف يستوي لك شيء اسمه فروست نب أول شيء الأطراف تبيض نزيل إذا لم تلحكت على صبعك يعني تنزل على ارتفاعات منخفضة شوية يستوي لك الأطراف تزرق هاي سمون الفروس بايت وعقب الفروس بايت خراس تسود الأطراف وعقب لازم تقصي أو سوي عملية بتر وكيف استوى هذا متى استوى هذا وأنت فوق أنا استوى لهذا في إفرست كنت فوق واصلين قريب القمة تقريبا باجئ بس هو طرف الصبع بس طرف الصبع بس حمد لله أنزين الحمد لله أنا السلندر مالي مع الأكسجين كان مفضي أنزين يتبدله طبعا هناك الأكسجين هاي فوق الأكسجين يفضل بأكسجين طبعا في ناس بس كيف نسبة الأكسجين في اللي هو فوق هناك نماخا بظنى أتوقع على فوق 7000 متر نسبة الأكسجين 21% وأقل وكلما ارتفعت بعد تقل النسبة هاي وهذه لها أعراض يعني لست طويلة من العراض الجانبية الهلوسة التي تسرب في الرأة شوف يعد عندك واحد أعراض إذا أنت لم تركب الأكسجين إذا أنت لم تركب الأكسجين وطبعا كل واحد يختلف عن الثاني هاي في ناس بسرعة هم العراض هاي يعني يمكن على ثلاثة أربعة ألاف أتيك هذه الأحراب بس في ناس غير يعني في ناس تتحمل في ناس ما تتحمل المهم أنا فضل عنده السلندر يتبدله ولكن السلندر الثاني الفالف ماله كان متجمد فانجبرت أشل القفاز الكبير لا ثلاثة ثلاثة قفاز القفاز الكبير سنجعل قبقوب هذا ماترون استخدم مصبوع يدك فصحت هذا تميت بالثاني بس شفت أن الثاني يدي كانت بعدها باردة ما أحس فيها ما أحس أني أقدر ألف الفالف فبس تميت بالقفاز الداخلية الصغير هذا يمكن تميت عشرين دقيقة نص ساعة أحاول أبطل الفالف أنفخ هو حار مع أنه ما في هو فكملت يمكن نص ساعة أحاول أبطل الفالف هذا وانا ما أحس أصلا أنت بالبرود هذه الأطراف لا تحس فيها فالحمد الله قدرت أبطل الفالف ولكن البرود دخلت حسيت بالبرود والمشكلة يسمونها High Altitude Frostbite يعني نسبة الأكسجين قليلة لفوق فالدم لا يوصل لأطراف بسرعة ونحن تمينا كم يوم تمينا كم فور للقمة وردينا كم فور من كم فور لكم تو وتقريبا يومين ونص تمينا على ارتفاعات ويد عالي خطيرة لأن فوق 7000 متر يسمونها Death Zone منطقة الموت الجسم لا يتعايش لا يتأقلم فسبحان الله الجسم يبدأ يتاكل فالعراض تزيد حاول نختصر نزلنا الحمد لله وكان هو فيه الفروس بايت قالوا لي هذا الفروس بايت ونقص الصبع حزيت قصو لك لا عقبه في شهرين قصو قالوا أول شي نعطيه مجال يمكن الصبع يتعافى يمكن يتعافى لأنه زرق ويعني الحمد لله كان كامل مزرق ولكن تعافى لين تقريبا الطرف وهذا تم شهرين ليه مسود وستوى نفس الغرغرين يعني الطرف مسود يعتبر نكروتيك يعني خلاص ميت فهني خلاص سويت العملية وقص ولكن الحمد لله زين أنا كان الطرف أسمو بالصبع الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الله لا سبحان الله وهذا هذا ستوى على رتفاع كم قتلي ستوى هذا يعني تقريبا 50 متر من القمة يعني خلاص قريب القمة 8,840 قط وبس أبطل الفالف سبحان الله يا أخي أنا أقول لك موضوع تسلق الجبال والقم هذي سبحان الله تستهويني السالفة هاي من زمان بس تسلق لا بس أشوف أتابع هذا وهذا ذكر فيلم سلفستر ستلون كلف هانجر فيلم كلف هانجر بعد كان يتسلق جبال أظن فيلم جديد بالتسعينات بس الموضوع هذا أذكر أنا شفت مجموعة من الفيديوهات في فيديو لها المنطقة اللي يسمونها رينبو اللي فيه جاكتات ناس اللي 200 قبل جثث طائحة أنا ما أنس فيه كم الفيديو شايف لناس المتسلقين مصورين جثة كاملة ها ما تحلل بس شوف الجسم بياض فيه يعني ما يتحلل الجسم على البرودة كان تحطينا في الفريزر حطينا في ثلاجة فعادي تحصل جثة من 200 سنة يمكن الجثة هاي لحذالها من 10 سنوات هاي سولو كلايمر يقول فيه جثة من الثلاثينات صح من الثلاثينات وما زال وهناك بس الجاكيت أو اللبس يتحلل لشوية سبت الحرارة والأذم والبرودة لكن الجسم يتم نفس ما هو وعسنت يسمينا رينبو رج رينبو نفس القزقزح لأن الألوان مختلفة ألوان الجاكيتات والبلابس لابس وردي لابس أحمار مريتوا عليهم نحن مرينا طبعا بس ممنوع تصوير احترام من الناس الدموات وهناك خلي التصوير أنت ومشفت سواب ركزوا على السيفتي حاسبوا نحن دوم نشوف أي موقف مثلا حد يطيح حد يتعور وفي ناس طاحوا وماتوا دائما الركز يقول يا شباب حافظوا على الأمن والسلامة لأن سبحان يا أخي أنا أحس من الموضوع التسلق هو عمل جماعي معرف أنت صحح هذا غلطان هو عمل جماعي ولكن جزء كبير من التجربة هاي أنت مع نفسك ترى أكيد صح أنت مع نفسك دعني أنا أقول يوم أفكر فيها أقول إذا أنا قللت يعني تركيزي وال والحماس اللي أنا فيها على أساس أن أنا أهدي وأنا فوق ودرش الحرارة كم الحرارة ماينس 40 ماينس 30 وأهدي على أساس أن أنا يوغا ومريح وهذا بموت بطيح صح وإذا أنا عطيت طاقة زيادة وضربني الحماس والحفوز بتحب بعد بطيح ففي بالنس يجب يستوي في النص صحيح لأن أنت تحافظ صح أو لا نعم صحيح ما بسهل وهذا يعني مهما كانوا ربعي يدعموني ويقولون بس لازم أنا أسوي فأنت من ناحية النفسية هاي كيف جهزت نفسك مثل ما قلت يعني نحن اللي يميز فريقنا ما شاء الله عليهم الشباب يعني كل واحد شال عمره وكل واحد يعني ما شاء الله عليهم الشباب أنا أعتبرهم من يعني أعلى المستويات في المونتينيرينج يعني كل واحد يعتبر متسلق محترف شاء العمره يعرف يتصرف وفي نفس الوقت نحن نشتغل كفريق واحد وكل واحد شاء الله الثاني لأن إذا واحد بس قال ما علي أنا ربعي هم اللي بيشلوني بخلي شغل عليهم هم ترى بيأثر على العمره ويأثر على الفريق كامل فالعكس نحن الحمد لله نشتغل كجسد واحد يعني نحن على إيد وحده وعلى قلب واحد الكل يعني متعاون كل واحد فاهم الثاني أنا أعطيك السيفتي مالي وأنا مرتاح أنا مأمن بحياتي بيدك أنت يا أخي أذكر في بعد لقطة شفتها هم متسلقين أحينا وراء بعض ماشين وحد فوق جثث تربح من فوق طهر طاحة وهناك نحن رأيت الفيديو تربح ونحن ما هذه تزاعج وحده اللي كانت تتصور نحن رأيت الفيديو هذين كانوا متسلقين وياهم نفس القروب وطاحة أنا لا أعرف ما هي القصة بالضبط بس أنا توقع هي طاحت بسبة الإعراض أو خلاص عندنا الأكسجين أو ما كانت مراكبة أكسجين بالأساس بس المهم أن هي نهارت وطاحت وفي الارتفاعات ما هي القصة بالضبط أنا لم أعرف صراحة يا أخي المشهد كان مرعب صراحة نعم نعم أشوف أقول تستوي هيا وبعد أنت خلاص يوم أنت أظن النزول أصعب عن الصعود صحيح النزول أخطر وائد أخطر وأصعب بعد أصعب نعم عن الصعود صحيح أصعب وصلت خلاص ما خلصت لا بعد نفس اللي أنت سويت والجهد اللي بذلت زيادة بعد لازم تعطي شو التمرين اللي تحتاج حين يعني هالحديد تبا ولا تبا تمارين هاي انتنسيتي ولا تبا زون وان ولا تبا سبرنت شو شو اللي تحتاج نزيل أنت كمتسلق جبال خلنا نقول المونتينير اللي حين يعني مثلا أنا يتقلق طارق أنا إن شاء الله بتسلق مونت أفرست بعد سنتين ثلاث شو شو تنصح التركيز أكثر شي بيكون على الزون وشوه الزون أنك تخلي النبض النبضات قلبك على 135 وتحت يعني ما تجاوز ال 135 بعد تجاوز ال 135 تبدأ تتخلف الزون والزون طبعا كل واحد يختلف عن الثاني يعني مثلا في واحد الزون وان ماله 145 في واحد الزون وان ماله أعتقد الحسب العمر 220 ناقص العمر صحيح هذا يعطيك هذه أجموعة نتكلمنا في هذا الموضوع حتى الذي يروننا ويوجد أحمد المرزوبي بوسارة فأنا نتكلم عن الزون ضروري جدا أنك تعرف الزون كل يوم الساعات هاي القارمن والعابل تحل لك هذه المشكلة وتبسط لك فضروري لكن هناك جهاز أدق منه الذي يسمى V02 Max تست تركض على 3 مل ويركب لك جهاز نفس الأكسجين يقايز لك الرسبوري سيستم مالك النفس قوة الرأة وكل ثلاث دقائق يأخذون عينة من صبعك يأخذون عينة الدم ويكون نسبة اللاكتك عندك في الدم هذا أكرة 100% يعطيك الزون مالك متى دخلت في الكارز متى دخلت في الفاتس متى حركت البروتينات كامل فطبعا كنا كنا نحن واحد تستلم نتيجته وعرف الزون مالي بتضبط وين مثلا أنا الزون مالي دعنا نقول على سبيل مثال 125 زون مالي خلاص أنا الآن بضبط الساعة وبركض اليوم ساعتين وبتم على الزون خلاص أنا بختار المناسب للزون للماذا نحن نتمر زون لأن زون يعتمد أكثر شي على الدهون لأن الدهون مصدر بطيئة في الجسم من الطاقة كلما دخلت في 2 و3 يأخذ الكربوهايدرات والسكريات الكربوهايدرات يعتبر مصدر سريع للطاقة مستهلاكة تقريبا من 45 دقيقة إلى ساعة ونص ويستوي لك الكراش لكن الفات ستورز تم عندك بالساعات بالأيام ليس مشكلة ونحنا رياضتنا طبعا المونتينيرين في اليوم عادي تمشي 10 ساعات في أيام 15 ساعة نحن يوم القمة 25 ساعة نمشي 25 ساعة نمشي ونحن كفريغ بعد متفاهمين الشباب كل ساعتين بناخذ بريك 5 دقائق وكل 3 بريك ناخذ بريك طويل 4 ساعة فنحن نتفاهم ونمشي على بيس واحد ونبين واحد يتجدم واحد يأخر لا نتم كفريغ ويا بعض حتى همار ونمشي كل يتحرك ونمشي الريح مثلا الريح فهي أهمية الزون 1 طبعا نحن عندنا طبعا الثو والثري حق الكارديو والأماكن هاي عشان في بعض الأماكن تحتاج قوة الانفجارية يعني مثلا في التسلق في بعض الأماكن في التسلق بتحتاج القوة بتحتاج الزون 2 زون 3 فتقريبا تشمل معظم الأشياء هاي بس التركيز أكثر شي على الزون 1 أكثر شي على الزون 1 أكثر شي على الزون 1 فهو يعني بغض النظر شو الرياضة اللي بتسويها سواء جري والسيكل تنفي الزون 1 تنفي الزون مالك أطول مدة نعم معظم الشباب يحبون يفضلون السيكل للدراجات الهوائية في ناس يفضلون الجري في ناس حتى يسوون هايكينج بدل الجري والسياكل يسوون هايكينج هو نفسه المهم حتى يختار لك شي تستطيع تثبت عليه في الزون حسنا والأكل يوم أنت هناك أعتقد المرزومة هاي نعم هو على حسب المكان ماذا هي المرزومة؟ نعم اللي يسمونه راشن باك يعني لو كنت في النيبال والأماكن هاي عندك المرزومة عبارة عن وجبة بودرة فيها نسبة بروتين وكاربوهايدرات ودهون كل مرزومة تقريبا يعني كل مرزومة تختلف طبعا بس تقريبا فيها 6 ألاف سعر حرارية وأنت في اليوم الواحد تعرق أو تعرق أكثر في اليوم كم سعرة تأكل هناك مثلا؟ والله أنت هناك شوف على الارتفاعات ما تشتهي الأكل لعكس لازم تخصب عمرك قد ما تقدر لازم تأكل اللي موجود لأنه لو ما حصلت احتياجاتك من البروتينات والكاربوهايدرات والدهون الماكرونيوترينت هاي بتضعف جسمك يضعف بتمرض فلازم تحصل احتياجاتك وسعرات حرارية هذه اللي بترولك الوقود لازم تأكل فإذا ما أكلت ستكون عائق للفريق ستسبب خطورة عليك أشياء في باله الماء هذا ما يتيمد على هذه البرودة الماء شوف الماء عندك طبعا على حسب المكان الدولة اللي بتصير لها والقمل بتصعدها نحن بالعادة نحفر في الثلج ونطلع الثلج اليابس الأيس لأن الهش لو تحط على المحماسة أو الشولة يتبخر فلازم تطلع الثلج اليابس ماذا؟ تحطه تقريبا على الارتفاعات ترى الشولة متحر فيبالي وقت يعني يمكن يبالك ساعة تسوي لك نص لتر ماء يمكن بالكثير تسوي لك لتر ماء ساعة ساعة فعملية طويلة وصعبة واللي يصير يطلع الثلج يكون بالعادة يعني شغلة صعبة أن يشل سعودة الثلج بعد وزن فنحن نتعاون نحفر حق الثلج ونحفر القيمة وندخل وندفع أول شيء عقب مرة ثانية نحاول نفور الثلج فموضوع شوية طويل لكن لازم تسوي وبعد الحرارة تكون مشكلة أنا لاحظت مثلا بعض المتسلقين نحط الكريم هذا واقي الشمس واقي الشمس واقي الشمس لا يستوعبون حد من الناس لا يستوعبون كيف تقولون أنت درجة الحرارة ناقص 40 وحط واقي الشمس أول شيء أنت على الارتفاع يعني خلنا نقول على سبيل مثلا أنت على 5000 متر فأنت شوية قررت للشمس هذا أول شيء ثاني شيء انعكاس الشاعات الشمس من بياض الثلج تنعكس على وجهك فالشاعات الـ UV تكون قوية على وجهك فيفضل أنك تضع واقي الشمس وبعد تضغطي وجهك ولا الجلد كامل يحترق يحترق؟ ايه يحترق يحترق هذا كامل يتقشر يتقشر أنا شايف أجانب هذين الحمر يسمونه الجنجرز هذين ما يتحملون للشمس أنا شفت واحد وويها كامل ما يتقشر يعني كامل كامل ما يتقشر معنى محاط واقي الشمس فالشمس كامل قوية تكون هناك كامل قوية كامل قوية حين انت قلت لي فيه كم من زون تمرون عليه صح لانتوصلون للقمة فوق كامل زون؟ يعني يكون هو الكامل المخيمات كامل على حسب القمة يعني مثلا أفرست كان فيه بيس كامل عقب الكامل 1 كامل 2 كامل 3 كامل 4 عندك مثلا مونت دينالي اللي في أمريكا ويسمونها مكينلي أو دينالي اللي هم سميين نفس الشي عندك الوان 2 عندك الهاي كامل وعندك القمة فعلى حسب المكان طبعا انت ما تسير من سطع البحر داركت على قمة وتنزل يكون فيه شيء اسمه تأقلمه كاملات انت مثلا على ارتفاع 2000 متر وتبقى توصل 3000 ما تطلع من 2000 داركت على 3000 تطلع من 2000 وتنزل حسب المكان تصل 2400 2500 التمساعة على هذا الارتفاع تجعل الجسم تكيف ويأخذ على الارتفاع الجسم يدخل في اعمالية هايبوكسي تنزل تحت مرة ثانية ما يعني هيبوكسي يعني الكوروات الدموية تتعبى اكسجين تنزل تنزل مرة ثانية على 2000 متر وترقد فيوم ترقد اليوم العقبة تتكمل ليلة 2500 لنفس المكان صرت له وشوية زيادة وعقبة ترقد على الارتفاع هذا يسمونه ترقد يعني هي تنصب الخيمة وترقد في المكان هذا حسب الجسم يتأقلم وانا بالمير دخلت في عملية الكلماتيزيزيجي أنه هو تأقلم سنتين ولا تسمع عن مثلاً واحد وصل من 1000 متر لـ 8000 متر في وين أو ثلاثة لابد ان يعمل أجل يتأقلم لانا إذا حدثتها مثلاً قاعدنا انثرت 2000 متر في يوم واحد غير طبعا أن هذا يباله وقت طويل ومجهود جبار جسمك يدخل في أو بتتعرض إلى أعراض الارتفاعات أو أمراض الارتفاعات بشكل سريع وكبير يعني عادي تموت تهلوس مثل ما تكلمت قبل يمكن جيسك تسرب في الرأة جسمك أصلا ما بيتحمل ولا بيتقبل هاشي فلازم تتقل في عملية التأقلم أحيلا ونحسب الأربع مراحل هاي لين وصولها للقمة أربعة هم صح تقريبا فيها في أغرست أوكي إذا قلنا الأربعة من أول كامب لين القمة إذا بنحسب المدة كم كانت المدة لكم؟ المدة أنزين من بيس كامب نحنا كنا نطوف في الكامب 1 كنا نصير داركت على الكامب 2 أوكي فهذا اليوم كاننا 13 ساعة نحن كنا نطوف في الكامب 1 لأن هناك انهيارات ثلجية وائد في هذه المنطقة فكسيفتي كنا نكمل لنا الكامب 2 تقريبا هي 13 ساعة من بيس كامب لكامب 2 أوكي 13 ساعة وكنا نمر بأخطر مكان يسمونه الكمبو آيس فول بين البيس كامب والكامب 1 هذا روح بعد يباله وائد وقت تسلق يباله وفيها تكنيكل هذا المكان الذي اعتقد في 2016 ماته ومال خمسين شخص يوم صار الانهيار هم كانوا في البيس كامب هو صح في 2015 هم كانوا في البيس كامب يوم صار الانهيار ولكن صح الانهيار صار من الكمبو آيس فول حتى المكان تغير كامل تضاريسها تغيرت وصبتها الانهيار والانهيارات تصير بشكل يومي هناك نحن كل يوم نرى الانهيار الانهيار هذا شو زلزال ولا شو الثلج ذاب ولا شو شو يصير بابا هو الثلج يذوب أفالانش يسمونه يسمونه أفالانش حتى نحن متدربين كيف يعني انت بقى ترم تتفادى الأفالانش بس إذا حد مرة بعنا كان داخل الأفالانش هذا نحن متدربين على عملية إخلاء هذا الشخص أوكي أو شو يسبب الأفالانش يعني مثل ما قلت يمكن زلزال خفيف بس أكثر شيء يكون هو الثلج ضايب يعني يذوب الثلج يذوب الثلج فالطبقات هذه الهش تتحرك أو تتغير وتسبب الانهيارات الثلجية أوكي من زين حين لا قدر الله استوى الانهيار هذا ويهاك مثلا تأثروا ماذا يفعلون طبعا هنا يوم نصير الأماكن هذه اللي معرضه للانهيارات الثلجية كل واحد يكون لابس شيء اسمه ترانسيفر نفس جهاز نفس جي بيس تقريبا يكون مركب عليه داخل الجاكيت يكون عندنا شيء اسمه بروب اللي بروب هاي نفس عصا طويلة طبعا تتركبها يعني تقريبا توصل يمكن أربع متر أو ثلاث متر فخلنا نقول حين صار الانهيار ثلجي وركاضنا نحن واحد اندفن نشغل الترانسيفر من سند لرسيف عندك انت انت هو الرجع على السند الكل سند الحين هذا ندفن فالسند هو ما بيغير على الرسيف لانه من دفن الحين فنحن نحول لرسيف فالسند يطرشلنا الرسالة طبعا يكون فيه نفس صوت البيب كل ما قربت كل ما البيب يزيد تب 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 خلنا نقول حين وصلنا قريب المكان حسنا المكان هذا هو الريال ندفن فيه تطلع البرو بركب دخل الثلج لما تحس انك طلب تربيعك لاندفن طبعا يتم عملية اخلاء الشخص هذا بالحفر عندنا الايس اكس اللي هو الفأس ثلجي وعندك الشيول تحاول ان طلعه الشخص هذا عنده من ثلاث دقائق الى نص ساعة على حسب كيف اندفنه تقدر تنفس انت تحت الثلج على حسب فاذا الثلج كان مغطي عويك عندك ثلاث دقائق تختنق بس اذا كان فيه مجال بسيط يمكن نص ساعة اكثر من شيء يمكن يموت او يمكن يتجمد نحاول نستعيل في الموضوع هذا بس مثلا يقولوا لك هل فيه وضعية معينة للجسم يوم مثلا صار الانهيار في وضعية معينة لازم تاخذها على ضهارك على البطنك هو يقول لك الافضل لك تقاوم يعني وتنفوق طبعا صعب هذا الشيء وانت ما تدري يمكن اللي يطيح في الانهيار حصه يمكن هالثلج اليابس بس قطع وحده فيمكن هالقطع تكسرك انا شفت واحد مرة نيبالي انا سويت الصفقة ما لاتكتبه محمد انا اسف اقول لنزي مرة كان في واحد نيبالي كان في انهيار وطاحت عليه ثلجة يابسة ويها كامل متورم حتى ما عرفنا ويها ويها كامل متورم سبت الضربة الوحيدة ويجسم بارد بعد ويجسم بارد فانت وحظك عاد الثلج يكون هش حصه ثلج يابس يغطي ويهاك تتنفس كان في مجال انك تتنفس يسمونها إير بوكت في مجال بسيط جدام ويهاك جدام خشموك عالج تقدر تتنفس ليه ما يلحقونك رب أكاد وياكم أفلانش انت ياك أفلانش والله يا أنا بس الحمد لله ما طحنا في أفلانش كبير يعني أفلانش بسيط فالحمد لله ما مرينا بأفلانش حد طاح فيه يا أخي هذه من ضمن الأمور الرزق يعني مخاطر وفيه كل شيء سبحان الله سبحان الله فيه خطار السيارة فيه مخاطر وتيالس في البيت يعني الأمر كبير الله سبحانه ولكن يا أخي أنا يومي حين أحسبها وأفكر فيها مثلا وين الصعوبة إذا المسافة أنت قلت تقريبا كم تسعة كيلو عشرة كيلو من إلى للقمة كمسافة كمشي المسافة صعبة تحسبها لأن تعرف أنت فريبة تضاريس أنت صعدات ونزلات يعني الارتفاع أنت قلت تسعة كيلو تقريبا إذا نحن نأخذ المسافة يا أخي يقول خمسة عشر كيلو وليس دائما الناس يرمون يمشون خمسة عشر كيلو خاصة على فترة طويلة ولكن أنا أرى الصعوبة في التعايش هذه جزئية التعايش هذه البرودة على حرارة على أفالانج على حرب اللي بينك وبين نفسك مخك يأخذك فيه مليون مكان ومكان التعايش هذه جزئية التعايش الجانب النفسي أنا أرى جدا جدا ويبالس صدق شخص يعني أنا من اللي سمعته منك أنت بس قالوا لك كلمة وحدة قالوا لك فاشل أنت جلبت 180 درجة صحيح هالنوعية من الناس اللي هم يقدرون يسوون بس أحد منه ما أبب الله كلمة عشرين كلمة سمع هذا أفرست ماضى أني بيوصل القمة فوق صعبة يعني ما تأثر فيه الكلمة ومعندها هذه العزيمة فأنت منذكرت لي هذه القصة في البداية واضح أنك شخص ما شاء الله يحط هداف يعني وصلها شو في مثلا نحن لي في بالي أقول موقف صعب شفت أنت هناك والله وائد موقف صعبة مرينا فيها لك أنت شخصيا يعني شي موقف أنت حسيت أن خلاص وائد موقف واني أختار لك موقف منها سبعات كنا في وين كنا في الأرجنتين كنا نتسلق قمة أكنكاكوا ممتاز ممتاز ويأتناع عاصفة ممتاز والعواصف بالعادة يعني في اليبل على ستة ألاف والأماكن المرتفعية تكون صعبة يعني تحس بالبرودة فأكنكاكوا هاي كانت تقريبا ثاني ما أدري ثالث رحلة كبيرة يعني رحلة كبيرة كانت قمة وحسيت أنه كانت صعبة بالنسبة لي أنا لأن أنا بديت شوية ما كنت فت وايد بعدني يعني كنت أتجهز فحسيت بصعوبة وحسيت بتعب وأول شي حسيت أن صدق أثر فيني لأن ما أبقى أكون عائق للفريق يعني أنا ما أبقى أثر على ربعي بشكل سلبي فأنا ما كتبات أتكلم أقول شباب ترى تعبت الشباب خلونا نريح زيادة مثلاً أنا أعذار فأنا وصل حدك كنت هل كان أنا كنت هل كان فأنا قلت لهم أو ما قلت لهم شي كملت كملت شديت على عمري وقلت لازم أكمل لازم استمر أنا عندي هدف أبا وصل له يعني أخينا أكاكوا هارتفاعي يمكن استغفر الناسي كاما هارتفاعل القمة ستلاف وشوية يمكن وأنا وراي ثمانتلاف ثمانمية خمسة وربيعين إذا لم أقادر أسيوي هاي لكن كيف أنا بوصل على القمة حاولت أقنى عمري شد حيلك ما علي عقبة التعب راحة لازم تشدل عمرك ما في شي كبير ويستاهل يكون سهل لازم هذه الصلابة العقلية لازم تنميها عندك لو تكون متسلق جبال وعندك هدف كبيرة حتى بالحياة يعني بشكل عام عندك هدف كبير لازم تكون عندك صلابة عقلية لازم تقنع عمرك أنت اللي تحمس عمرك ترفع معانوياتك لا تتريه بحد ثاني يرفع معانوياتك بينك وبين نفسك طبعا التوفيق كله من رب العالمين آخر شي اكتشفت أن الشباب كلهم كانوا متين وكل واحد يتريه ثاني يتكلم حشان ريع شوية آخر شي اعتقربنا كلنا وريحنا شوية وكملنا كيف حبيت هذا المصطلح؟ لم أسمع تقبل صلابة العقلية كيف حبيت؟ كيف حبيت؟ كيف حبيت؟ كيف حبيت؟ صلابة العقلية المصطلحات التي تكون في اللغة العربية هذه كيف حبيت؟ كيف حبيت؟ نحن نتعلمها فعلا نحن جزء كبير مننا يعتمد على التأثير الخارجي لتحفز اليوم لتغلب على التحدي كان يبل أو كان مشروع أو كان بيزنس أو شيء خاص أو وظيفة يجب أن تكون لديك الصلابة العقلية فعلا فهذا أعتقد شيء مهم أو مهارة مهمة اليوم ويجب أن يكتسبها ما كانت وظيفتك؟ ما كانت تحدي لجدامك؟ فهذا التحدي كان هناك يعني كتعب عندك في الأرجنتين نزيل في مات أفرست أصعب موقف موقف صعب ذكرت الياما السلندر هذا يوم ما كانت ترمت تفتحه والصبع هل هناك شيء غيره مثلاً صار هناك؟ بالله في الكمبو آيسفول اللي هو بين البيس كامب والكامبون كنا نطلع نحن بالعادة إذا نطلع نطلع في الليل يعني وما نترى الفير نطلع عادة يطلع عساعة عشر في الليل ونخلص خلص عشر الظهر فطلع عادة نكون وائد من وقت عشان نتفادى معظم الانهيارات التي تحدث لأنه من تظهر الشمس يبدأ شوية شوية يذوب الثلج فهي نطلع قبلها بوايد وفي نفس الوقت عشان ما نوصل المتأخرين يعني نوصل من الوقت سامحنا المقاطع حان يوم يذوب الثلج قصدك أنا ممكن استويل الانهيار ايه صح اوكي فالانهيار الأفضل أنت تكون في الخيمة هاي؟ شوف هل لك أنت تمشي؟ إذا بنخيم نخيم في أماكن يعني تكون بعيدة عن الانهيارات إلا إذا كان انهيار وائد كبير بيوصل لك الانهيار بس بشكل عام نحن نخيم في أماكن تكون بعيدة يعني عن الأماكن التي تستطيع التعرض للانهيارات الثلجية فانا الموقف الذي حدث هناك في الكمبو آيس فول كان فيه تسلق طبعا التسلق يكون هناك باستخدام جهاز يسمى هو بالانجليز اسمه جومة نحن نقولها الجمعة نقولها السلحة نقولها الجمعة الجمعة تركبها على الحبل اوكي الإيد الثانية تستخدم الآيس أكس الفأس وانت بكرام الجوتي في نفس المسامير وراكبين عليه اسمونا الكرامبونز مهم فطبعا يكون فيه تسلق عمودي يعني تركب على الحبل وتتسلق بشكل عمودي اوكي وانا حيث ما نشل جيغرافيق قال ان بركب لك جو برو على تشتفك أو سوري على الخوذة عشان نصور ونحط الفيديو هذا في الفيلم يوم يطلع يعني المهم ما ركبت الكاميرا ويعني على اساس الكاميرا هاي مش موجودة يصلا المهم متسلقنا سبحان الله ريلي فرطت يا الله والآي ساكس تبطل على يدي بل بل وتميت بس متعلق بالجمعة وتمريحت يمكن ما خمسة متار ستة متار وتميت تدور مكاني على الحبل مربوط بالحبل مربوط بالحبل يعني هو الجمعة بقى بظنه بيدي بس اذا هديته طبعا فيه سيفتي ثاني من الهارنس يكون بالجمعة والجمعة قافل على الحبل فأنا مياود الجمعة ويالس ادور مكاني والشيء الوحيد اللي يدور في بالي العينة ان هذا الفيديو بيدخل في الفيلم بس ما احطوه مادري ليش كيف لازم يحطونا اللقطة هايما هذا الاكشن بس ما احطوه للأسفين المهم الحمد لله قدرت ياود عمري مرة ثانية بالايساكس ضربت بالثلج ثبت عمري عينت من الله خير كملت لان في هاي المواقف اذا دخلت في حالة القلق كل شراح كل السنين اللي تعلمت فيها الخبرات هاي والمهارات كل شيء بتنسى فأهم شيء تأخذ نفس ترتاح نفسيا وتركز انت ليش يا يعني انت شو هدفك تذكر تمارينك وتدريباتك وكمل دربك فلازم تكون كوم لازم تكون هادفة المواقف هاي القلق هذا ما بينفعك بايشي يا أخي تصدق اذا نحن نمشي بهذه الطريقة في كل حياتنا اذا نفكر بهذه الطريقة في كل شيء يواجهنا في الحياة نفس الطريقة يا أخي هالبانك والفزع والهلع هذا اه استوالك موقف مثلا اه وحين شو بأسوي يا أخي اذا تأخذ بريك ثم تفضلت تدربت على مثال مثلا فيما تعلق بالتسلق السنين اللي انا تدربت فيها الأمور اللي سويتها الهدف اللي انا بقى وصل فكرت بهذه الطريقة صعبة جدا انك انت تأخذ اكشن غلط صحيح يا أخي اذا انا اربط الموضوع هذا حتى في الوظيفة مثلا تلقى حد من السنين درس واجتهد في الجامعة وسوى وهذا وبعدين التحقب وظيفة في المكان اللي هو يباه وغيره استعمل موقف واحد هالموقف واحد يخليه تخبر ممكن يهدم كل اللي يبناه في لحظة لان في هاي اللحظة هاي هالبانك هالفزع هذا تخربطه توراقه شيء وخذ قرارات غلط يا أخي لازم نفكر بهذه الطريقة في حياتنا كلها بعد صحيح ممتاز ممتاز ويوم وصلت فوق ما قلت لي المدة كلها كم بسبوعين ثلاث شهرين 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 نعم شهرين في وادة شا ترى ما حطوه في الدوكومنتري نحنا صعدنا قمة لا بوشي بعد هي ستة الاف ومائتين متر هي روحها بعد كانت أسبوع هي شوف من منطقة لوكلا طارق شهرين شهرين أنت في تسلق وتمشو من محطة لي محطة لي قمة لي وتأقل ومقمة شغال وبشيء بسيط ما شاء الله فهي شوف اختصر لك الخطة كاملة كانت مثلا من لوكلا بالأفرس بيس كامب بالعادة تأخذ زبوع ونصف زبوعين في ناس بس يصيرون حق البيس كامب يعني يصير من لوكلا البيس كامب هذا خلاس بكتش كامل يصير يوصل للمخيم الأساسي وروح انجاز صراحة يعني توصل للمخيم الأساسي المخيم الأساسي على ارتفاع خمس تلاف وثلاثمية وثلاثمية وثلاثمين فهي روحها أسبوعين للبيس كامب وصلنا البيس كامب عقب سرنا سوينا قمة لابوشي لابوشي 6200 وقمة يعني هي مبسهلة بعد لأنها تكنيكل تعتبر يبالي مهارات فيها نفس الشيء فيها تسلق باستخدام الجمعة بس نحن سويناها كنوع من التأقلم لكن تواصل 6200 فالجسم يتأقلم أردنا البيس كامب طبعا المخيم الأساسي على المعدات كاملة الأكسوجين وسلندرات والمرزومة والجبات كلها موجودة هناك عقب تنزل تحت استشفاء تحت طبعا يعني ليس المدينة أو العاصمة القرية اللي تحت ترد مرة ثانية البيس كامب عقب تبدأ أعملية تسلق مونت إفرست تسير للكامب 1 بس ما نتم هناك ما نرقد هناك نتأقلم نرجع مرة ثانية للبيس كامب اليوم العقب نكمل للكامب 2 هناك ما نرقد انتم هناك يسمونها سبلاي the camp يعني يتيب الأقراض اللي عندك سلندرات زيادة أكل زيادة تحطها هناك في المخيم ترجع مرة ثانية للبيس كامب وترقد تأخذ لك بريك يوم ترد تكمل للكامب 2 الكامب 2 ترقد يعني المهم لينكامب 3 وعقب ما أدري وين مترد مرة ثانية بيس كامب وترجع للقرية اللي تحت شوية تدخل في عملية الاستشفاء عقب تكمل مرة ثانية بيس كامب كامب 2 كامب 3 كامب 4 القمة عقب تحت كامب 4 تارك للكامب 2 ومن الكامب 2 مرة ثانية للبيس كامب فعملية طويلة لا بس عملية محسوبة صحيح محسوبة اكيد اكيد كيف محسوبة على المدى تسألني بقول هو تسلغ لا 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 تصير وترد فيه استشفاء ضروري ضروري موضوع علمي يعني فيه ساينس فيه علم وراه وراه كل الخطوات اللي تأخذها نعم صحيح يعني أبرز زي الأخطاء اللي استوت من الناس هذيه يعني مجرد الفيلير يعني الجسم وقف لأنه يمكن سوء تخطيط يمكن هو يائي مبجاهز بدنيا يمكن يائي مبجاهز ذهنيا المشكلة التي حددت جهازيتك أنت لا يوجد جهة هناك مثلا لا يوجد أحد موجود في هذه القمة في الكامبيس يقول لك أنت جاهز ولا مبجاهز لا تدافع بيزاتك دفعت وخلاص أنت دافع بيزاتك للشركة طبعا هناك شروط لأنك متسلق قبلها 6000 متر أقل شيء وبعض الشروط لديك خبرة سنة أو سنتين في المونتينيرينج ويجب أن يجعلونك ولكن الآن هذه الشروط أظن أن يشلوها لأنه قاموا يدخلون أي حد الآن في هفرست هذا موضوع بيزنس بيزنس حالات الوفاة زائدة في اليبل أنا شايف بعيني أخر أرحل سهل لها قمة أخر لا نسلوه بعد في النيبال ولحظت أن هناك أشخاص في النزول يجب أن تركب الحبل أو بروسيك داخل بيلي بليت وتعطي الحبل ويجب أن يكون لديك مهارات في استخدام بيلي بليت فلحظت أن معظم الناس الذين سايرون هناك لا يعرفون لا يعرفون أن يركب حتى الكرامبون عزك الله له الجوتي أو المسامير لتحت الجوتي وهذا دليل أنه قاموا يدخلون يعني الناس لا لديهم خبرة لا لديهم المهارات الكافية وهذا خطر خطر علينا كلنا خطر على الشخص نفسه وخطر علينا نحن كموا تسلقين آخر رحلة في مهارات واحد وصلنا إلى مكان نشبنا فيه ثلاث ساعات زحمستوت لأن المكان كان فيه تسلق عمودي وكل واحد خذاله يمكن مالساعة عشرين دقيقة فيه واحدة كملت أربعين خمسة واربعين دقيقة نتراياها مسكينة زائغة لا لياقة ولا فيها قوة وزائغ وتصيح شو يا ابن شو متوقع أنت يوم باتين شو ادافع الفلوس كل حق شو يعني على الأقل على الأقل تكون ياي وانت جاهز يعني شوية تعلم المهارات اشتغل على عمرك شوية من ناحية اللياقة يعني تعرف المكان هذا بيكون فيه تسلق اشتغل جزء علوي قول ماتي تأكد أنك تروم على الأقل تشل وزن جسمك وابتعال تفعل الشركة وصيرهم بيسووا لك كل شيء كم تكلفة الباكج أكيد في والله مبالغ كبيرة الصراحة مبالغ كبيرة تندفع وعلى حسب طبعا الشركة حسب العدد يعني أفرج تقريبا كم من رحلة مثل هذه مئة ألف مئتين ألف والله لو على شخص واحد يعني شوف إذا بتسوي رحلة بيس كامب يعني من لوك لل من ثمانة ألاف لعشرة ألاف آه أوكي بس لو بتتسلق اليبل نفسه أفرست يعني فيه مئة وخمسين فيه مئتين وخمسين فيه نص مليون حسب الشركة مص مليون هذا هو يتسلق عنك أظن أظن هو يشلك حتى لو أنت ميت بيشلك أهم شيء وصل فوق ميت أو حي نزلك حي ميت المهم وصل فوق ونزلك ساويت العلية أنا أرى هذين دائما يتسلقون هناك ناس من سكان المنطقة هذين هم يرافقونك ما يسمونهم الشيربز الشيربز نزلك على حسب فهمي الشيربز أصلا اسم عائلة يعني الشيربز اسم عائلة وهم يعني أهل الليبال وحتى علميا أنا حيط مرة أرى دوكومنتري على اليوتيوب الشيربز أو النيباليين اللي عايشين في المناطق هذه سبحان الله يعني أجسامهم غير عن أجسامنا طبي يعني يطلع عن بطن أمه هو متأقلم على الارتفاعات ما يتأثر من الارتفاعات حتى في منهم أنا أستغر بصراحة نحن يالله يالله نتنفس على 7000 و6000 وبيده صلب جقارة ويدوق جدامنا يغيظنا فسبحان الله يعني هذا العالم يالله يتير نصخ فوق يرنصخ وجقار نحن مراقبين سلندرات أكسجين وصلب جقارة بيدي بس صراحة من من أطيب الناس النيباليين شعب طيب خاصة من الذين يعيشون في النيبال شعب جدا طيب وحتى الشربة هذين ساعدوا واحد ناس في النيبال خاصة اللجانب وغيرهم يساعدونهم ينقذونهم يعني بشكل يومي عادي عندهم شيء وما يردك يعني لو شوف واحد تعبان أو على وشك لا يستطيع يكمل يحاول يساعده يحاول طبعا نشوف فيه لمت يعني فوق ستلاف سبعة تلاف نفسي نفسي ما ترون منساعد حد ما ترون منساعد صعب الجثة ترى موجودة لسبب ما حد يقدر ينزلها أول شيء طيارة ما تتوصل لأرتفاع هليكوبتر ما تتوصل لأرتفاعات لا الهليكوبتر اه الهليكوبتر الهليكوبتر ما تتوصل الهليكوبتر شوف أنا طبعا مش طيار يعني بس اللي عرفه حده يعني 6000 وشوية والله أول مرة أعرف هالشيء هذا ايه أنا هذا اللي عرفه طبعا أهل الخبر أهل لا ما عرف أنه أصلا الهليكوبتر لأحد للتفاع يعني ما كتعرف لا لا حد حتى حيث كان فيه عملية إخلاء في ما نسلو كامب 2 ولا كامب 3 كامب 2 تقريبا 6400 متر وحتى الطيار كان يطالي قال لي أنا كانت هذه أخطر أعملية إنقاذ سويته في حياتي وأنا شوف الهليكوبتر حتى عندي الفيديو حتى شفت الهليكوبتر يالله يالله وصلت وحتى ما سوى لاندن يعني ما نزل الطيارة إلا الريال المصابة هذا فروا داخل شلوه معدات داخل ونزل سواء للنزول السريع فكان شيء جدا خطير وهذا بس على 6400 الجزة الثانية موجود تظن على سبعة تلاف وشوية ولا ثمانة تلاف فالجتث مطرم تنزلها وإذا حدث توابشي على الارتفاع هذا صعب تساعده وبعد هذا شيء اللي ميز فريقنا على الارتفاعات العالية هاي حتى هم الشرب الأطيب ناس ما بيساعدونك ولكن ربيعك ولد بلادك مستحيل يخليك يوقفوا إياك حتى لو يموتوا إياك ولكن مستحيل يودرك فالحمد لله يعني هذا اللي ميز فريقنا الحمد لله يعني نساعد الناس اللي على اليبل وأهم من هذا كله على يد وحده نحن ويا بعض يعني أنا مو أقدر أنزل بدون ربيعي مستحيل ربيعي تعب مخلي وراه وياي فالحمد لله كل واحد شال الثاني يعني حس أكيد علاقتك من أنتو من عقب هالتجربة هاي أكيد أنا أمن بربيعي وأنا مغمض يعني إذا أنا مربوط بالحبل وأعرف أنهم يودني بالسيفتي أنزل وأنا مغمض هذه خلاص تعودنا يوم ما صلت فوق شو اللي يا في بالك متى بنزل ولا شو أنت بصدق ولا تبقى جواب البابلك العز أقول لك ما برنامج تلفزيوني هذا فودكاست والف أول شيء يا في بالك يوم ما وصلت أنت فوق القمة هاي أبا ستيك وأبا تسبح والله تعرف أنا توني شو أبا سأله والله أنا قلت أبا سأله أقول لك شو أول وجبة كالتا يوم طلعت يوم رديت البلاد ستيك أنا أحب الستيك أشكرك وأبا شايف في بالك الوجبة اللي باكلها بس أول ما وصلت فوق متى بنزل أبا أكل ستيك أبا تسبح أباركت أبا تدفت تحت اللحاف بس حمد الله أول شعور يعني طبعا تأثرت يعني حتى دمعت عيني والدمعة جمدت وعورت عيني فحاولت أني ما صح هي لهذه الدرجة برد سالب خمسين فحمد الله شو أقولك نحن عشرين كنادي يرصوف ومادر شو عشرين اثنين وعشرين وغترة وشال ماينس خمسين ماينس خمسين وطبعا يومي المهب بعد يدي هو الونتشل ضرب شو يسمونه وينتشل 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 أظن يضرب اثنين والله هو شوف أظن هو سالب خمسين ويا الونتشل ويا الونتشل سالب خمسين نعم زين القمة وخيرا صحي انت وصلت شو أول وجبة شو اللي باكلة و زين ماي في بالك مثلا الجهد اللي ببذلل حين أنا في النزول هل عندي الطاقة حين أنا أنزل أوكي يوم توصلونه تريحون ولا أشوف اذا وصلت والله درجة البرودة هنا وايد عالية أصلا فخفضة درجة الحرارة المفروض ما تطول ما تطول وانت موجود حين على أعلى قمة في العالم يعني البرودة طبعا قاسية والمكان صعب وما ترم تنفس وعندك الأكسوجين بيخلص فالمفروض انت ما تطول وائد على القمة أنا صراحة قد بوثق قد بصور على أيام الآيفون سيكس تغلقنا وعزك الله حطنا تحت الباطع عشان ما يبرد لأن التلفون لو برد يفضي فطلعت حصلت أي واحد قريب وصورت أول شي سويت ووثقت صورت؟ أكيد صورت كان عندي المصحف هنا يحطنا طلعته صورت المصحف على القمة صورت فيديو وكان السلفي ونزلت طبعا النزول كان مثل ما قلت لك أخطر شي النزول حمد لازم هالصور ها نحطها ها نبال موجودة نبال موجودة نبال موجودة نبال موجودة كل شي موجودة موثق ها تم تم كل شي عادي موجودة ها نزيل النزول عشان تأخذ فكرة بس كيف النزول كان متعب وصعب كان فيه واحد أجنبي ألماني كان نحن عندنا نظام الفكس لاينز يعني هي حبال مركبة من قبل الشيربا تكون موجودة حق السيفتي من قبل هي من قبل اوكي يركبونها قبل مثلا أنا ساير مع مثلا الشركة الفنانية يطرشون الشيربا يركبون الفكس لاين حق الجمعة اللي يتسلقون كسيفتي لهمهم ممم 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 هذا مجرد بس تشبك الكاربينة الكاربينة في نفس حبل يسمونها سلنج يكون مربوط بالهارنس سبحان لطحت ولا هذا ما تطيح من الليبل الكامل تكون بس موجود من أنكر لأنكر ممم فكان فيه هذا الأجنبي من التعب من التعب اللي فيه مسكين ما كان يمشي كان يفتح الكاربينة يشبك بالحبل ويعق عمره ويدربح من أنكر لأنكر طبعا هذا وايد خطر وغلط يتكسر 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 ولا شي بعد تعال حين شي نزلك حين أنا حسيت أنا كنت أمشي حسيت شي صبري شي دقريلي أطالع تحت أتحرح الصاوة أشوف راس بني آدم قلت هذا مات شي أطالع قلت له طبعا مركبين الأكسجين فمقدر أتكلم يعني قلت سويت لتشي شي طالعني قلت لا أوكي قلت لا أوكي يا ري شو مساوي في عمره خلتها شو ما أساويه قلت نزل ولا خلتها خلتها نزل ولا نضاف للريمبو هناك مسكين أتوقع أكمل إن شاء الله يكون وصل يعني بس كان فيه فريق فرنسي ما أدري فريق ولا هم كانوا عائلة أظنني في الكامفور قبل ما نصعد القمة بكام الساعة وكان في الخيمة لجدامنا نحن كنت أطالع القمة يعني نعسين نتكلم يا الشباب فصديت صوبهم طبعا ما سمعوا ما ترون تتكلموا ويتم تمركب السلندرات هناك فيطالع يقول لي باتشر بنصير فوق ويأشر يقول باتشر فوق نحن أقول لي فوق إن شاء الله بنصير يقول لي أوكي نالوام وحمد الله وصلنا وردينا وكل شيء وردينا العاصمة سألت شمونا الأجنبي اللي كانوا ويأنا قلت لأ وين الجماعة هذين الفرنسيين قال لي كلهم ماتوا إن شاء الله أربعة كانوا أظن الأب والولد ولده معنا كبير يعني كان كيف العشرينات مبنى يا أهل ما أدري بعد الاثنين منهم كانوا بس أظن كانوا عائلة أو ربع ما أعرف قلت كيف ماتوا وين ماتوا قالوا ماتوا في الكامفور سبحان الله لا قدروا يصعدون ولا قدروا ينزلون كيف يعني شو يهم أعرف سبحان الله كلهم وكلهم ماتوا يعني بنقول على الأقل يمكن يمكن الأب وإنها ريالة كبيرة بس قالوا كلهم سبحان الله ما أكتب يصعد فوق ما أكتب أقول سبحان الله غريب في نزلت بهذه الطريقة الصعوبة حسنا بعد شي في باري جاءوا توقفون وتنصبون خيمكم كل اثنين يدخلون في خيمة ولا كل واحد في خيمة أعلى حسب في الخيمة يعني شوف نحن على بيس كام يستوي كل واحد في خيمته تكون خيمة صغيرة كل واحد نروحها الكام 2 ولا 3 لا كل اثنين وفي بعض الأماكن يكونون أربعة في خيمة وحدة جيد يوم تدخل أنت ويربيعك في الخيمة السولفون ولا أحس ما شي سوالف بس خلاص تبع تري والله يتخلص السوالف فتطلع سوالف ذانية كل واحد يخرط على ذانية أي شي نسينا ونحن نعرف النخرط ولكن نضحك ونسير بس أكثر شي كنلعب ورقة صدق والله نلعب ورقة وست فوك على 6,000 7,000 أشكرك يعني هي الخيمة تشل يمكن 2 أو 3 نحن 7 داخل واحد احتي يتري الدور يسجل السكور يسجل ويتري يرى 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 سبعة في خيمة دفوة ونلعب ورقة وسوالف أنا من أقول لك جانب أن يتسل قليلا لكن الثاني يشعر أن يكون مجموعة درجة حرارة الجسم وهذا يمكن أن يكون أدفل الوضع يكون أدفل قليلا طبعا هو برد لكن يكون أدفل يعني يكون أدفل حتى أنت في خيمتك يجب أن تكون لابس لأن برد طبعا أنت ثابت لا تتحرك أيها عليك هو نحن لدينا قاعدة دائما في البداية المشي ابدأ وانت بارد في مثل يقول لك بي بولد ستارت كولد يعني يخلك شجاع وابدأ بارد لكن من تمشي يبدأ يحر الجسم فإذا بديت وانت لابس كل شيء ويحر الجسم بتعرك وإذا عركت ويه البرودة وعقوب يمتفصخ البرودة بتأثر فيك لأن العرق يتم طبعا ننصح لا تلبس قطن القطن عادي يذبحك لو تلبس فانية القطن عادي يذبحك فدائما تبدأ وانت بارد وطبعا هاي من الأساسيات التي نتعلمها تبدأ وانت بارد كثر من السوائل يعني خاصا في البرد انت موان تحس بالعطش فلازم تشرب خاصا السوائل لازم تعوض الأملاح والسوائل يوم رديت لبلاد شو أول شي سويت أول شي طبعا شفت شفت عيالي ما عارفوني ما عارفوني نازل تقريبا 20 كيلو 17 كيلو نازل ويه تقول أسد مستوي اللحي هالكبر مستوي ويه كامل هني متقشر ولا في إيدي بسبت الفروس بايت فيوم شافوني ما عارفوني قالوا هذا هذا مو بابا أنت من وانت طلع برا وين بابا ما عارفوني سبحان الله طبعا في البيت تأثروا شوية من شكلي من شهرين نازل وزن ف أول شي طلبت طبعا قلت ما باستك الحين هذا أول شي لكن الحمد لله يعني الوالد والأهل والعيال ما قصروا كلهم فأنا مجرد شفتهم يعني ارتحت ارتحت سبحان الله الأبو الأبو قدوة ترى الأبو دوم الولد يرى أقوى واحد في العالم وأفضل واحد في عالم أبو ويوم أبو يبدأ ينجز ويسوي هذا يجعله يحس أنه فعلا كأنه ملك يوم عنده أبو مثل هذا ما شاء الله فهذا شيء أهنيك وأهنيهم أنهما ما شاء الله عندهم أبو وشراتك أنت حقق هذا لنجاز هذا لهل و لنفس و لبلاد فهذا شيء شيء طيب ماذا بعد هذا النجاز تعاف ساعات ماذا يستوي يوم تحقق أنجاز كبير فأنت تتعود على هذا حين أنا أسأل طارق ماذا ستنقل ماذا تفعل قبل شكلنا فريق يديد بعد عقب أفرست نفس الشيء صرنا رحلة ثانية وبعد وصلنا قمم يديدة وإن شاء الله في أهداف مستقبلية وسأنا مو أحب أحدث أو أسبق الأحداث على بالتهم إن شاء الله إن صار هذا الشيء بعد يكون في يوم ثاني بعد لقاء ثاني متوقع متوقع الناس اللي يحققون أشياء كبيرة ما يوقفون يبون بعد بنفس الحجم أو أكبر إن شاء الله بإذن الله سأتمنى لك كل التوفيق شكرا أخي طارق مشكور على وقتك والله استمتعنا حمد سؤالة فنانية وخذرتنا السؤال فهذا بجاسم والله استنسنا حمد حسيت برودة أنا زلت كيف سويت بشي ولا سؤالة في طارق هاي الله يحفظ ويحفظ 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 على وقتك إن شاء الله متلاك على خير إن شاء الله مشكوم شكرا